اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لما نحكي عن الولم دنگسز لك الاشي المهم بالنسبة لنا أو الكمية المهمة بالنسبة لنا أو محط انتباهنا اللي هي البلازمة لما نحكي صغة يعني بلازمة طبعا نقطة لازم نحكيها انو الأوبازيتة والبسلين مبوضوك لك ممكن تأثر على توزيع السوائل بالجسم جيما هي andو ثان شديدة اوcra الآن صغت انه حين النبي نحكي عن صغت انو صغت انقرير صغت انقرير صغت انقرير ، powiedział فان أو Genau اولا انقرير كثير للإنترسلليلالO أخذ أخذ الأشياء الموجودة. أهم الاشياء اللي راحة همنا بالإمتحان. ليمكن يسألون عنها بالإمتحان. Ekstra sellular alanın en önemli elektrolite hangisidir? Sodyumdur. Ekstra sellular osmolariteyi belirleyen osmolariteyi belirleyen الذي يحددل osmolarite hangisidir? Sodyumdur. Intra sellular alanın en önemli elektrolite hangisidir? Ya da en önemli katyon o elektrolite ya da katyon aynı şey. En önemli potasyumdur. İkinci en önemli magnezyumdur. Tabihan magnezyum tuz sorusu. İnselet. Intra sellular alanın en önemli ikinci elektrolite hangisidir? diye. Ekstra sellular alanın en önemli anyonları klor ve bikarbonattır. Intra sellular alanın en önemli anyonları hangilerdir? Fosfattır ve proteinlerdir. bizim için bu kadar. O yeterlidir. İden intra ve ekstra sellular alanlar arasındaki sıvı elektrolite dengeyi kim sağlıyor? Sodium potasyum pompası. Sodium potasyum pompası mühimmü bir nisbeyle ennü bit hadded avu biti amel ala tehdidit tevazun benin. Intra sellular alan ve ekstra sellular alan. Sodium potasyum pompası ATP kullanır. ATP kullanır. Ve sodyum potasyum pompası 3 sodyum dışarı alır ve 2 sodyum içeri alır. Yani ekstra sellular alanda barral haliye barral hücre 3 tane sodyum alırken içeriye 2 alır. Dışarıdaki konsantrasyon sodyumdur. İçerideki konsantrasyon potasyumdur. Bu pompanın çalışmaması. في حال وقفت هاي el pompa شو بصير بصير elektrolit dengesizliği بصير sıkıntı بصير problem اذا صار عندنا elektrolit dengesi bozulursa sıvı dengesi bozulur. Yani elektrolit yusavi sıvı احنا binisbe iline. Tabi sodyum osmolaritesini belirliyen en önemli faktör مثل ما hakeyene اللi hiyye sodyum dur و اللi hiyye شو bit ساوي osmotik denge neyi sağlar osmotik denge neyi için önemli sıvı hareketleri için önemli idem sodyum بحد osmot بحد osmotik denge او بحد osmotik yük و osmotik yük شو بحد بحد اتجاه حركة الصغ حركة السوائل حركة الفلويد المعادلة هاي مهم السروم osmolarites مثل محنا شايفين 2 sodyum arta glukos bölü 18 arta bun bölü 2 nukta 8 يعني هاي الموضوع من المعادلة بنشوف انه السوديum هي حجم السوديum 140 ضرب 280 راح تكون اكبر اكبر عامل بحد السروم osmolarites بالنسبة النا اه اذا سوديك يش تعمل osmotic يش يش صوديح اه تعمل على الصوديح مبتحكم بالصوديح اش بير سيستم با osmotik yük فضل ايسا دير سيستم دنج كيشن سوهري كتدر. يعني اذا عندنا اكي تاني سيستم. السيستم الاول والسيستم الثاني. السيستم الاول الاوسموتيكيوك فيه عالي والسيستم الثاني الاوسموتيكيوك فيه قليل. السوء المي بتتحرك من السيستم الثاني للسيستم الاول عشان ايش عشان دنجلمك الاوسموتي كيوكو دنجلمك ايش اللي بتحكم بالاوسموتي كيوك حكينا الصوديوم بتحكم بالاوسموتي كيوك صوديوم يكسيكولدو طرف يعني المكان اللي بيكون فيه الصوديوم عالي اوسمولاريتاسي يكسيكولور فيسو او طرفه هاريكتادر والمي تتحرك لذلك او بما انو اللي صوديوم اهم فاكتور بتحديد الوسموتي كيوك اذا اللي صوديوم بوضوك لك لعب شكل اوسع الالكتروليت بوضوك لك لعب شكل نوكتنا مهمة بنسبة لا هي السيوء اتعادة وصف قي التحكم الهتعادة وقي تحكم الى اللي بشكل سريع جد ان هون يعني باليوم الواحد هاي تعتبر موضوع مهم بالنسبة لنا باليوم الواحد احنا بنحتاج الورغانيزمة الطبيعية نورمال الورغانيزمة بتحتاج لكمية محددة من السوائل من الصغة هذا الاشي اما بنحسبه عن طريق مساحة سطح الجسم يعني بحيث يكون 1500 سي سي للمتر المربع او بنحسبه حسب الوزن 35 سي سي للكيلو جرام باليوم الواحد بينما نورمال الورغانيزمة ادرار چكارما مكتاري نقدر 0.5 سي سي بالكيلو جرام بالساعة هذا الاشي رح نحكي عنه ان شاء الله بعد شوية بشكل مفصل طبعا نقطة مهمة السوء المهي و السوء قيب السوء المهي و السوء قيب السوء المهي تنقسم لقسمين ويجودون سوء المهي السوء المهي و السوء المهي السوء المهي و سي 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 الارق بينما hissedilmeyen hissedilmeyen بليوم شيف ستمي تيسي hissedilmeyen sıvı kaybı bunların %25'i بالأكجير و %75'i بيدي إذا بده يسألنا سؤال هون وين راحي جيبين السؤال راحي جيبين السؤال بيدي لأنه راحن خربط بين الدري وبيين التر hissedilmeyen sıvı kaybı aşağıdakilerden hangisidir? درidir راحي كتب لك دري راحي كتب لك تر راحي كتب لك دري إذن خلين ننتقل بالكلام لا هبوبولمي 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 يعني ekstra selüler sıvı kaybıdır ekstra selüler sıvı yani plazma sıvısının kaybıdır cerrahi hastaların en sık görülen sıvı bozukluğudur en sık sıvı bozukluğudur ve en sık nedeni nedir? gis kayıpları gastrointestinal sistem kayıplarıdır gastrointestinal füstüller ve bağırsak obstrüksiyonları da eş بساوها هدولا بقلل obstrüksiyon بقلل الabsorption لل لل السوء من الانتستن بعمل hipo volumi doku yaralanmaları ve sıvı sequestirasyonlar peritonitler yanıklar هدولا شو بساوين هدولا بساوين shifting yapar shifting للفلويد من extra seller alan lel üçüncü alan ağlantı interstitial alan binsem interstitial alan طبعا لما يصير عندنا هيبوبوليمي الجسم بعمل لنا كومبنزاسيون الكومبنزاسيون هذا شو بساوي أو شو السيستمز اللي اللي بتتحكم فيه بالهيبوبوليمي عندنا 3 تاني أول واحد السيباتيك سينير سيستم اكتيباسيونه الجسم بفريز أدرينالين نور أدرينالين بعمل مجموعة من التغيرات بالجسم بحيث يعمل كومبنزاسيون لصيو كيبه للهيبوبوليمي وانتديارياتيك هرمون والدستيرو إذن خلين أمباليش بس سيس سيسنر سيسنر سيستم اكتيباسيونه لما يصير عندنا هبوبوليمي لما يصير عندنا سيسنر 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 القابلات ،تاكي سيسنر وسيسنر سيسنر 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 كلماء وأنتجنزهم وأنتجنزهم وأنتجنز في مسائل بسلزال seperiferي هذا هذا هو بساوي بساوي عندنا . أولجوري بساوي عندنا الزوتامي هذه النقطة مهمة ، إذن بسألنا إلق كان أقم أزالان بلغة درية كاس 9 إلق كان أقم أزالان أرغان ببريكة طبعاً بنا نعرف دائماً أنه سمباتيك سنر سيستم كومبانزات بار برسستمدر يعني ما بينهي المشكلة وإنما بعمل على تأجيل الفلاكت أو الهلاك أو يعني سادجة بزا زمان كازندرر بكسبنا وقت فقط مش أكثر السيمباتيك سينر سيستم أيضاً بأثر على الكارديو باسكولر سيستم هلا الكارديو باسكولر سيستم لما يصير عندنا هيبوبوليمي هيبوبوليمي شو البقل؟ بقل عندنا كان هجمي إحنا حكينا هيبوبوليمي من وين بخسر من البلازمة إذن رح يقل عندنا الكن هجمي لما يقل عندنا الكن هجمي إيش بصير أزالر؟ الكن هجمي أزالر بصير عندنا كان باسكا أزالر هلا الكن باسكي ال شو هو كان بصنجة يساوي الكاردياك دبي ضرب بريفريك واسكولار رزيستانس اللي هو الكاردياك دبي اللي احنا نسمي الكاردياك آوتبوت الكاردياك دبي بتساوي الكاردياك آوتبوت يعني ايش بتساوي بتساوي البالس ضرب بولم لما يقل عندنا الولم رح يزيد عندنا الفالس هذا ايش بساوي هذا بساوي عندنا بالبداية اشي بنسميه احنا ارتوستاتيك تشيكاردي اذا هيبوولمي ده كارديواسكولر سيستم ده ايك دشكلك ندر رح يسألنا يا بالطوس ارتوستاتيك تشيكاردي بعد الرتوستاتيك تشيكاردي ايش بصير رح يصير عندنا orto static hipotension. أول شيء بصير عندنا orto static toche cardi. بعدين بصير عندنا toche cardi. أولا بصير عندنا orto static hipotension. بعدين بصير عندنا hipotension. هذا اليشي اللي بعملو بيكاردو بسكلارس. إذن النقطة التالية اللي هي anti-diuretic hormone وaldosterone. Anti-diuretic hormone والaldosterone كلاهما بأثير على الببرك لر كلاهما بأثير على التبول لر Antidiuretik hormon böbrek tübülleri üzerinde Etki gösterir İdrara gidecek sıvının Geri emilimini yani reabsorpsiyonunu Sağlar Azalan ekstra selüler sıvı Bilhipovolimim sırayından ekstra selüler sıvı Azalması Tamponlama İdrara giden sıvı Ondan sonra İdrarda azalan İdrarda ne azalır Oligoyuri olur Ve idrar osmolaritesi artar Aldosteron ne yapar Aldosteron sodyum tutar Sodyum tutunca su tutar Ve potasyum atar Aldosteron hipokalemi yapar Hipo Hipokalemi de paralitik iyiliyorsa neden olur Genel olarak Genel olarak Kilo kaybı Deri turgorunda azalma Kardiyovasküler sistem Kardiyovasküler sistemde ilk göreceğimiz Ortostatik taşı kardidir Tuzta çıkar Mümkün Yiselune anhe Hayyil Nokta Avvali şibısır Ortostatik taşı kardi Ve İkinci ondan sonra Normal taşı kardi olur İlk olacak şeylerden birisi Önce Ortostatik Hipotansiyon olur Sonra hipotansiyon olur Ve kolla ve boyun veyinleri olur Renal ya da böbreklerde Böbrek kan akımı azalır Filtrasyon azalır Oligoyeri olur Azotemi olur Ve gastrointestinal sistemde Aldosteron etkisiyle ne olur Hipokalemi Hipokalemi Ya da hipopotasemi Neye neden olur Paralitik iyiliyorsa neden olur Gelelim Tedaviyi konuşalım İden kalan ehkani tedavi İlaç Tedavi en önemli prensi Sıvı replasmanı Sıvı replasmanı Muhim bir nisbiyeline Sıvı elektrolit yapısı Rahiko muhim cidden bir nisbiyeline Tabihan tedavide Yani hipobolimide İlk bozulan böbrek fonksiyonları O en son düzelen En son düzelen böbrek fonksiyonları Kemen işi bir tedavi Hada rachin şufu Bil bebrek Bil Tedavi takibi Avalı nokta Bine ne hikiannı Sıvı fizyolojik Ava normal salayan Sıvı fizyolojik İliyo 0.9 Yüzde 0.9 Sodyum klor Bihtevu Ala 154 Sodyum 154 Klor Bine istiğim Asasen Kusma ile olan Hipovolimilerde İlk tercih Tedavidir Lainu Kusma Bitsavu Hipovolimik Hipovolimik Metabolik Alkalos Tabihan Serum fizyolojik Metabolik Asidoz yapar Önemli bir şey Nukta muhimi Metabolik Asidoz yapma Potansiyeli var İpneğin Ringerlaktat 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 Asidik PH'ye sahip Asidik PH'ye sahiptir Lainu Fii Laktik Asidoz Laktik Asit Bitsavu Bitsavu Sodium 4 Potasyum 3 Kalsiyum 109 Klor 28 Bikarbonat Yapısında var Ekstra Selüler Sıvıya En yakın Yapıda Olan Sıvıdır Elektrolik Yapısı Nehit Elektrolik Yapısı Metabolik Alkaloz Yapar Metabolik Alkaloz Ringerlaktat Bermel Metabolik Alkaloz Serum Fizyolojik Bermel Metabolik Asidoz Dextroz Elektrolik Yok Tedavide Kullanmıyoruz Elektrolik Yok Tedavi Amaçlı Tercih Edilmez Tedavi Amaçlı Tercih Edilmez Lema Ben Adil Elmer Hem Extra Hem Entra Selüler Alan Lera Dalar Bermel Serum Fizyolojik Ringerlaktat Lema Ne Adil Bermel Extra Selüler Alan Dekstroz Lema Adil Elmer Bermel Bermel Ben Quasim Bermel Extra Selüler Alan Entra Selüler Alan Bermel 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 O And 10 5 Dextroz Zaid 45 Sodium 10 0 45 Sodium Chlor Hado Hado Eşi Ixna Bermel Nistamil Hush Bermel Tadaviy Bermel Nistamil Bermel 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 Maintainance Izan Lema Netklem An Lema Tadaviy Ixna Rah Yikun Amam Na Khayarat Tadaviy Dha Terjih Dilecek Sivlar Hangisi Hangiler Dir Lema Yijina Mare Hafif Orta Hipovolimi Hado Bermel Nistamil Luh Serum Fizyolojik Lema Yikun Nandana Shiddet Lihipovolimi Aou Hihna Nismaya Shok Tabloso Nistamil Ringarlaktad Leish Lainu Bishok Tabloso Bukun Nandana Hipoperfusion Bukun Nandana Hipoperfusion Hipoperfusion Bysaw Nandana Lactic acid Hase Hase Hipoperfusion L'oxygen L'y Wاصl L'hygre L'er Rah Yكون Q L'hygre Rah Tentakl L'Aerobic L'Anerobic Energy Euryteme Lama Tentakl L'Anerobic Hujre Euryteme Rah Yصير Lactic acid Lactic acid Rah Yطlع Lactic acid Lactic acid Lactic acid L серьез Lactic acid R organizations Ringer lactate Hase Lactic acid Euryteme Same ما حكينا بعمل الكالوز فرح يكون الترجيه نقل ترجيه بالشوك عندنا رنجر لقطات بينه بالحفيف وارطة هيبوبوليمي لاردة او لما يحكي لنا هيبوبوليمي رح نستعمل سيروم فيزيولوجي العادي بالنسبة للمرضى اللي عندهم كنما للمرضى اللي بيجونا بالهيبوبوليمي اللي بي UK العادي الى bellen هيتو بيوفرة عادي احصل الى تابع وشف دائم under من كون أن الأنفع ايبหرى ن concentrated سيور م اقل علىفع صغيرgens الى احد مين على ١ تطبي وضع الم الحدي详 إذا كان شخص ما عنده مشاكل بالكالب صلونام إذا كان عنده مشاكل بالكالب صلونام لما ينزل المغلوب من تحت العشرة إذن النقطة تالية الوشد بوشلوك لرنصف الوشد بوشلوك لرنصف لرنصف إحنا هاي نقطة إيجا منها أسئلت سنوات سابقة أكثر من مرة ولم على ممكن gerçekten الأسئل الأسئل الأسئله الأسئل 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 St Ashleans انهم الأسئل 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 Ну أ�pt المغلوب في شكل النظام hm التخليق거든 القربي أمني التخليق told mukius صلونام المغلوب لدينا funniest استغناء انه مستغطة إنه كالتوأس aller يوجدota بikarbonat salgısı و هذه الأ关 killك لك أن أكثر صلاح في أى الأصدقاء على الأيكار الصلاح وصلاح الأرقب أعى الأقراب مع العفر صلاح الصغة للأكسترسوليار للبلازمة ولما بصير عندنا إنجابارسك في السلو أو صفراء في السلو لازم نعطي أو لازم نبلش للمريض رينجر لقطات لأنه الإلكتروليت يبص للرينجر لقطات قريبة من الإلكتروليت يبص للصفراء والإنجابارسك وهذا الإشي سؤال ممكن يجينا إن شاء الله راح نشوفه بالأسل بعد شوي هذا راح يجينا إن شاء الله بالامتحان إذن صفر السستاسيون تاكي الآن إحنا عطينا تدابي عطينا تدابي بلن شوف التاكيب للمرضى أني ينتم بلن استعملوا أني ينتم إدرار شكش طبعا إذا بس ألنا أني ينتم أني نان إنوازيف ينتم إدرار شكش تاكيب أني ينتم اللي هي كان غزة تاكيب بس الكن غزة تاكيب إنوازيف و عندنا الإدرار شكش نان إنوازيف لازم المريض بالوضع الطبيعي الكولويد صفر إحنا مثلا ما بنعرف من خصائصها إنها أوسمولاريتسة شك يكسك أوسمولاريتس شك يكسك لما تكون أوسمولاريتسة شك يكسك و بنعطيها آي بي بدها ترفع أوسمولاريتسة تبعت البلازمة المفروض إنها تسحب المفروضة عندهم هيبوبوليمي بصير عندهم كابيلار بتنكتبو ظلمة يعني بصير عندهم كابيلار إنجري الكابيلار إنجري هاي بتسرب الكولويد من الإكسرا سيلور آلان للإنترستيشيل آلان آآ وهذا شو بعمل هذا بعمل إنه بزيد أو برفع الأسمولاريتسة بالإنترستيشيل آلان لما يرفع الأسمولاريتسة بالإنترستيشيل آلان إحنا السفلر السو راح تتحرك بشكل معاكس للإشي اللي إحنا بدنا إياه الهايبوبوليمي المريض عنده هيبوبوليمي اللي راح تطلع السوائل من الأكسرا سيلور آلان للإنترستيشيل آلان راح يصير الهيبوبوليمي ده هذا كتل أشجاك عشان هيك ما بني أعطي هشل المرضى كابليار بتنلقين أمين olmادقا كولويد سفلار راح تطلع طبعا اللي سفلار هنا أنا حاولنا نختصرهم هنا عليهم حكي كفير وحكي فاضي صراحا الالبومين بهمني نعرف إنه بعمل الألرجيك رأسيون يفعل البومين çözلتسي البومين çözلتسي همورجيك شوك تطلع ببريكي تطلع ببريكي ببريكي سفلتسي أو بنسميها coagulopathyapar coagulopathyapar هاي نقطة مهمة جدا واحتمال تنسأل الهيدروكسيتيل نشاستة أرت لقطات تشزلتسي أو بنسميها hextend الhextend بتتميز عن الهيدروكسيتيل نشاستة إنه فاكتور سكيس جي أزلت ماز coagulopathyap ماز كان ما يبماز يعني بسويش كان ما يبماز وآخر واحدة بناتهم آخر صفة بنستعملها بالقناة الجراهي اللي هي الhypertonic الhypertonic صفة أو الhypertonic saline اللي هي 100-100-50 صوديوم كلور تشزلتسي هاي الاشي أو هاي الصفة بنستعملها بشكل خاص بالمرضى اللي عندهم هيبوبوليمي artı kapalı kafa travması يعني هذول الثنتين لما يكون مابعض بنستعمل الhypertonic صلين من أهم خصائص أنه cerebral perfüzyon arttırır cerebral perfüzyon arttırır çok önemli ve intrakranyel basıncı ve cerebral ödeme azaltır intrakranyel basıncı azaltır ve cerebral ödeme azaltır bunun için kapalı kafa travmaları artı hipovolimik hastalarda hipertonik %7.5 sodium clor çozy zel tc tc ergi hediyors إذن لحد هاي النقطة إحنا حاولنا نحكي بشكل مختصر عن المواضيع اللي مرت طبعا هناك موضوع الهيبير فوليمي الهيبير فوليمي مش رح نحكي عليه لأنه موضوع مش مهم بالنسبة إلنا كجنال جراهي مش موضوع مش مهم بالنسبة إلنا كتوس ورح ننتقل إن شاء الله هلأ بالحكي للإلكتروليد رح نحكي إن شاء الله بشكل مفصل عنهم وعن أسئلتهم اللي ممكن تيجينا وتواجهنا إن شاء الله في امتحان التوس إذن إذن بنبلش نحكي عن موضوع الالكتروليد بوزوك لك لره موضوع الالكتروليد بوزوك لك لره موضوع مهم كل دورة بنطرح فيه أسئلة كل دورة بيجي منه أسئلة إذا أخذنا وتفحصنا أسئلة السنوات السابقة رح نشوف إنه أكثر موضوع جاي علي أسئلة ضمن الإلكتروليد بوزوك لك لره هو الهيبو ناتريمي اكثر اشي بعد الهيبو ناتريمي بالدرجة الثانية الهيبر كاليمي والهيبو كاليمي بالدرجة الثالثة الكالسيوم الهيبر كالسيوم الهيبو كالسيوم بالدرجة الرابعة الهيبر ماغنيزيوم والهيبر ماغنيزيومي واخر اشي سأليننا عن الهيبر ناتريمي سؤالين فقط ضمن اسئلة السنوات السابقة طبعا لما بدنا نحكي عن الصوديوم خلينا نرجع نحكي موسيقى نعم الآن اكترسيرين الملاحبة اغغغغغغغ marked hoch اغغغغغغ سديوم اغغغغغة اى الفيائه اغغغغغغغ وصمولاريتسيني بليرليين انا نملي فاكتور صوديوم اسئلة انسألت وانطرحت اكتر من مرة بالامتحان اذا خلينا نباليش بالهيبوناترامي مثل ما ابدأ عرف دايما الصوديوم کنسانتراتيون بالبلازمة بين 135 ل 145 من 135 ل 145 هذا النور ما تبعت الصوديوم بين بالبلازمة طبعا الهيبوناترامي هي صوديوم 135 ل 145 ل 155 طبعا الهيبوناترامي cerrahi hastalarda en sık elektrolit bozukluğu en sık elektrolit bozukluğu هذا اكتر من مرة انسألت بالامتحان مثل ما نعرف الصوديوم بتنسب tenاسبا اكسين صوديوم بشكل عام بتكون هبو اسمولار هبو ناترامي بو دورم دهش بصير صفه ابتنتقل هجره دشندان هجره ايشنه geçer ابتنتقل الالصفه من ال اكتراسلولار الان لوين الانتراسلولار الان لما ينتقل الانتراسلولار الان شو بصير بصير عندنا ادام هجره ادامي لجوه الانتراسلولار هجره ادامي هو احنا بنسبه اين بون البيين الانتراسلولار والوانوقت مهم وين مهم بقره بقره بالقره بقره تبع ادام الهหونق اذا اذ 찾아 اب saying ان الانه من اجلب انolicان عام هؤ warum ادامي أنجع حفل ادامي الحفله ا değer فقد اوقت مسمية ال بحbb المسم行rant لده العور اتدامكم وندقية حفلا اعصب الانتراسلولار اذا jek الانتراسلولار الكلة اذا يستمر الاacle ام没有 احدث انыт بحفلا opeoglesimilalar, hiperglesimide glukoz fazla olur. Glukoz ekstra selüler sıvının içinde fazla olduğu zaman zus Key Merkman nispet chance glukoz هذه glukoz osmolarity artırır. Osmolarity artınca sıvı osmolarityyi dengelemek için ekstra selüler alandana geçer. Yani nói يكون الاسمولاريتي بالإكسترسيلولر علان يعني بالبلازمة عالي الصيف يعني السوء من وين يبتيجي بتيجي من الإنترسيلولر علان للإكسترسيلولر علان هون شو بصير بصير عندنا دليوشن بصير عندنا بتزين حجم البلازمة بصير دليوشنال هايبوناتريمي olur دليوشنال هايبوناتريمي olur طبعا واحدة بالهيبرغليسامي المانيتول نفس الإشي بتعمل المعلومة مهمة هي الجلوكوز كل ميت ميلي جرام لديس لتر من الجلوكوز بتزيد السوديوم واحد نقطة ستة ميلي إكوافيلانت بالبلازمة إذن هايبوناتريمي ننصق سببه هايبوناتريمي ننصق سببه ياتروجيني كتر ياتروجيني شو يعني ياتروجيني يعني المريض بيوخذ فلويد زيادة عن الحاجة زيادة عن الحاجة اليومية إله بيوخذ فلويد أوفر بيوخذ زيادة كثير يعني المريض باليوم الواحد قديش حاجته من الفلويد حاجته 35 سي سي للكيلو جرام لما المريض يوخذ زيادة كثير عن هذا المقدار بصير عنده دليوشن بصير عنده هايبوناتريمي هذا الإشي بعمل لنا هايبوناتريمي وفي الواقع ياتروجينيك يعني أنا كمقيم جراحة بحكي لك أنه إحنا most common cause of هايبوناتريمي لأنه المقيم لما بيجي لعندنا على قسم الجراحة بنسل اللي تعلموا بالكلية وبيجي المريض اللي وزنه 45 كيلو بعطيه لترين بلتر والمريض اللي وزنه 170 كيلو بعطيه لترين بلتر يعني هو حقيقة إحنا السبب الأساسي في الهيبوناتريمي بس ما بتيجي هي في الامتحان إذن لما بنا نحكي عن الهيبوناتريمي الهيبوناتريمي بنقسمها بشكل عام لهي بروسمولار وهي بروسمولار وهيبوناتريمي بنقسمها ايضا للهيبوولىمي و хотьوبوناتريمي ع Joshim بدأك تضعوا لخط تحت الويقنصوز آديها سندرومه إحنا مهمة بالنسبة إلنا الويقنصوز آديها سندرومه بالهيبووليمي الگاسترو انتستنال سيستام قيبه بصير فيها الجسم بخسر سوائل وبخسر صوديوم بصير عندنا هيبووليمي كيبوناترمي الرينال قيبه نفس الإشي الديوريتك لار كمان تعتبر من الرينال قيبه هادولة بسوين ايش بسوين هيبووليمي كيبوناترمي الـ ايوووليمي كيبوناترمي ويقنصوز انتديوريتك هورمون صلنم سندروم ويقنصوز آديها سندرومه الهيبووليمي اللي هي استعمال بعض العدوية إحنا بالنسبة إلنا مهم الويقنصوز آديها سندرومه هلأ خلينا نتكلم شوي عن الويقنصوز آديها سندرومه أو الانابروبريات اي دي اتش سيكريشن سندروم هذا الإشي هذا السندروم الجسم أو بفرز الانتديوريتك هورمون بشكل مستمر هسه كفاة ترامبس بيين تموري اكجير تموري gibi durumlarda ايش بسير بسير عندنا افراز sürekli انتديوريتك هورمون صلنر sürekli انتديوريتك هورمون صلنمو الجسم بفرز الانتديوريتك هورمون بشكل مستمر مثل ممنعرف الانتديوريتك هورمون بأثير على تبولز على البيبريك تبولري شوين بأثير على الاقوابورين 2 بأثير على الاقوابورين 2 بيسوي السوء كانال بالدستال تبولر وبالتوك تبولر هذا الاشي شو بعمل بعمل على اعادة امتصاص ريابسوربسيون للسو للصو من الادرار لوين للبلازمة و هذا الاشي بعملنا ديليوشن بعملنا ديليوشن بالبلازمة بسوي هبوناترين ادرار غلان السوء سيركلي اكستر سيليلر الان اسمولاريت سي دوشير يعني شو بصير عندنا بصير عندنا ديليوشن الهبوناترين طبعا ادرار سوديوم اكثر من 20 نورمال نقطة مهمة الويقونسوز اده سندروم اده سندروم ادام يعمل ايقونسوز اده سندروم هبو تانسيون يعمل هذا نقاط سأل بشكل متكرر جدا بتوس ايقونسوز انتديوريت هورمون ايوفوليمي هبوناترين يابر ايوفوليمي يعني لا بصير هايبوفوليمي ولا بصير هايبير بظل ايوفوليمي بظل نوتر بظل بن نص ونقطة مهمة جدا بالويقونسوز اده سندروم واحتمال تطلع بالامتحانات القادمة اللي هي ايقونسوز اده سندروم كروني هبو ناترين يابر احنا لما نرجع لفوق انا كتبتهم بالذات عشان نحكي عن كل الاسباب الموجودة اللي بتعمل هبوناترين كل الاسباب بتعمل اكيوت هبوناترين اكيوت هبوناترين مريض لستعمل ديوريتيك 10 سنة لمدة 10 سنين على اساس انه هذا المريض كرونيك على اساس انه هذا المريض كرونيك عشان يخربطك بين خيار ويقونسوز ده سندروم وال كرونيك ديوريتيك كل نما اما التدابي التدابي سوكسط لمسا اذا حد ننتقل الحديث عن البليرتيلر عن الكلينيك بليرتيلر للهيبوناتريني الهيبوناتريني بليرتيلر الهيبوناتريني الكلينك بتدكوان من هجره ادامي زياد هبوالمي هسا ليش احنا حكينا عن هجره ادامي الهيبوالمي بالجراحة مثل ما حكينا هبو اصمولار لما يصير اصمولار يعني بكون الاصمولاريتي لتبعت الیکstra سلولار قليل لما صير الاصمولاريتي تبعت الیکstra سلولار قليل المية يعني الصوبة بتتحرك من الیکstra سلولار يعني من البلازمة لوين هجريتش نا قدر لما يفوت على الهجريتش بسوي ايش بسوي هجره ادامي احنا بالقنال جراحي اغلب الاسئلة كل الاسئلة راح تيجينا وين راح تيجينا هجره ادامي زائد راح تيجيب لك مريض عند عامل عملية زائد بيين öدامي هذا الاشئ الاسئلة الاسئلة الهيпонاترمي بالجنال جراحي هلا اش بسير عندنا تükرük وغوز يش اعتش لأش لأش بسير ادامي تükرük وغوز يش بزي بزي افرازات غصر انتسينال sistem salgı الارتر لأش لأش بسير ادامي الهيون 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 اش بسوفي بسوفي نكباس کفا اش بسنج عطش اش 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 بسنج عطش يش روم بسرمي بردفع الهيون جو المال هذا اش بعمل 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 بش عرص بعمل نكو بعمل بلان تقص هذه هي نيرولوجب بطلق لكي يأتي بمثالة الرفلسة الرفلسة ممكن تكون هممكن تكون هيباكتف الرفلسة الرفلسة الان نسميه كمان درين تندون رفلسة دي تري درين تندون رفلسة الهسا بالأرقال لما يكون عندنا الهبو ناتريمي الهبو ناتريمي لما تكون هفيف يعني تكون الرفلسة الهيبر اكتف لما يكون الهيبوناترمي درين يكون التندون رفلكسي الهيبو اكتف يعني هاي نقطة مهمة الهيبوناترمي درين الهيبو اكتف لما يكون درين لما يكون درين هاي بالخفيفة و هاي بالثقيلة عندنا هاي نقطة مهمة حقيقة يعني بكل امتحان لما بدو يجينا سؤال رح تنذكر هاي المعلومة كاس اسكلت سيستمين ده قوش سيزوك olur يورغن لك كاس كرامب لاره olur الكارديو واسكولار سيستم هاي كمان نقطة مهمة بصير فيه هيبرتانسيون و بصير فيه برديكاردي هسا احنا عندنا الهيبوناترمي حكينا انه الصبعالي بكون جوال اكترا سيلور الصبعالي بالبلازمة يعني لازم يكون هيبرتانسيون الهيبرتانسيون بس الكباس شو بعمل هيبرتانسيون زائد برديكاردي المفروض تكون هيبرتانسيون زائد تاشي كاردي هاي بتعمل هيبرتانسيون زائد برديكاردي هاي نقطة مهمة جدا مهمة جدا إذن لما يجينا السؤال رح يجيب لك مريض المريض رح يحكي لك أميليا تويكس عامل عملية معينة رح يعطيك بين أدما شو بين أدما رح يعطيك بين أدماسم بشارس كونفزيون بلانت كوصمة ممكن يحكي لك عن غلاسكو غلاسكو اونيكي مثلا يقول لك المريض رح يحكي لك وممكن يحكي لك عن الرفليكس ممكن يقول لك هипرااكテيف ريفليكس حسب كمية حسب السؤال اللي بدي يسألك إياه رح يحكي لك عن الكارديو واسكولار بولغولار رح يعطيك مثلا المريض التانسيون ورح يحكي لك برادي كاردي مثلا رح يقول لك عندك اللي بلس عنده 48 الكالبة تمهزة 48 وهذا الإشي كلها هاي الأمور بتودينه وين على الهيبوناترامي هاي كلها من البليرتلار المهمة الهيبوناترامي إذن هاي النقطة ما نسألت هاي النقطة رح تنسأل بالامتحان وهاي النقطة كمان الريفليكس لر ما نسألت رح تنسأل بالامتحان إذن التداوي لما نحكي عن التداوي التداوي تبعت الهيبوناترامي حقيقة إتيولوجيك لازم تكون إتيولوجيك يعني موجه نحو السبب عالج السبب بتتعالج الهيبوناترامي ألطيطان ندن لل التدابي أتونجا بالهيبوناترامي بنعطي سوديوم نعم نعطي سوديوم عندنا هفو نترميد السوديوم يقسل المهزة عندما يجب الهيه تفاعد 12 مليئوينت يجب الهيه ليس لازم التفاعد التفاعدة السودوم يجب الهيه في النوم الواحد 12 مليئوينت مليتر تفاعد تفاعدتي التفاعدة 0.5 لابن قبل أفضل سرعة في الإسرع. gili أحض動画 اواضع. في ف REALLY ينسير الأkke Impfium الصغير ��릴게요. اتيいただ понشجري تقليل وهذا السباب يسير الوقت لأنزه الأنز emphasizing هي معظم الجدون سب Would معظم الجدون يعني شيء يعني اتشك لأتشك يعني نقص لأتشك يعني النقص صديم اتشو الصديم اتشو ابتن حسب حسب المعادلة صديم اتشو نورما ناقص الصديم الموجود عندنا ضرب ارلك الوزن بالكيلو جرام ضرب صفر اتنين ليش ضربنا بالصفر اتنين لانه الاكسترا سليولار الان الاكسترا سليولار صفه قديش يساوي 20 بالمية يساوي 20 بالمية 20 بينما لو انو بحكي انا total صديم اتشانة حساب لديو سا بناش نورب ضرب صفر اتنين رح نورب ضرب صفر ست لانو توتال صفه هجمي بالجسم قديش يزدات مش يزدات مش رح يجيبين مريض رح يحكيين مريض مثلا الصديم عندو مية وعشر الصديم عندو مية وعشرين الصديم عندو مية وعشرين هلا رح نحسب الصديم اتشو صديم اتشو قديش بتساوي مية واربعين ناقص مية وعشرين وزن المريض سبعين ضرب سبعين ضرب صفر اتنين ويساوي ميتين وثمانين ميلي كوبيلانت هذا السؤال الاول اذا بدو يحكيينا احسب التوتال اتشو بدك تضرب ضرب صفر ستة رح يكون الناتج ثمانمية واربعين اذا بتضرب ضرب ضرب صفر ستة لكن هلا هو رح يجيب لك السؤال كالتالي رح يقول لك احسب قديش بحتاج المريض تعطيه سيروم فيزيولوجيك قديش سيسي او قديش لتر بحتاج سيروم فيزيولوجيك عشان تعوضه نيكادر صفر فرمامز لازم بقول لك هلا مثل ما بنعرف نيكادر صفر اللتر كل لتر اسف عفوا عن الساعة مثل ما بنعرف الواحد اللتر سيروم فيزيولوجيك يعني الف سيسي سيروم فيزيولوجيك قديش فيه فيه مية واربعة وخمسين في يزلي ديرت سوديوم هلا احنا عندنا اه اله الحجم المطلوب اكس بساوي اه ميتين وثمانين قديش مش عارفين قديش وعندنا المية واربعة وخمسين موجودين ب الف سيسي وبهاي الطريقة احنا بنقدر نحسب قديش لازم نعطيه المريض صفر هون رح يطلع تقريبا الف وثمانمية وثمانطعش يعني اما الف وثمانمية او رح يحكي لك الفين سيسي اثنين لتر حسب السؤال طبعا مش رح يجيب لك كسورات يعني اه هذا كمان اشي ممكن ينطرح بالامتحان ويمكن ممكن ينطرح امامنا في الاسئلة ورح نشوف ان شاء الله رح نشوف اسئلة على هذا الاشي ااذن خلينا نحكي شوي عن الهيبرناترومي الهيبرناترومي هي اقل ال الكتروليت واظ كولوه نشوفها بالكلينيك واقل ال الكتروليت باظ كولوه بمتحان تس بطاريخ امتحان التس نسأل عنها مرتين فقط سأل عنها مرتين الَيبرناترومي لما الصد wording Mistovan حتى Invest13- زرين دو desarrollه أن أُنَملي ندني، أن أُنَملي سببkar صبحيب صوتي القيبة يعني هئيπο وولما السؤال لا يريد الت diesem jamais نحسن نحسن الämäفير بالشيوليم ي بالشكل عام لما الأورغنيزمة بتخسر صفاء لما يصير بأي أورغنيزمة صفاء الكيفett الجسم عشان يعوض هاي الصفاء كيفة شو بعمل فيه عندوier ميكانيزمة اللي هي الانتى ديوريتوك هرمون والstrings هادو اللي يتم إفرازهم هادو اللي يتم إفرازهم بجود اول ديوريتوك هرمون صال الغلاطر أولات ديوريتوك هرمون والانتى ديوريتوك هرمون بابريكلتا سوريا بطوربسيون لما يفعل وصورة أبسوربسيونو هذا الإشي بعادل الهيبوفوليمي وبالظل بالتالي من نسبة الصوديوم طبيعية أو بالمستوى العادي لكن في بعض الناس الميكانيزمة هاي ميكانيزمة الأوسموريقولاتوار ميكانيزمة عندهم خرباني أو إحنا بنسميهم التيرموسات بتاعهم خرباني التيرموسات بتاعهم ما بيشتغل فهذول المرضى لما يصير عندهم هيبوفوليمي الجسم الوجود ما رح يقدر يعمل صفري أبسوربسيونو فرح يصير إيش؟ رح يصير عندنا هيبوفوليميك هيبرناتريمي رح يصير عنده هيبوفوليمي ما رح يقدر يعوضها رح يصير عنده هيبرناتريمي طبعا الناس اللي عندهم هاي الميكانيزمة ما بتشتغل نادرين جدا الهيبرناتريمي أصلا نادر جدا فأنت تخيل قديش ندرت هذا المرض أو قديش الإشي يعني إحنا ما بنشوفه بالكلينك بالمرة فالإشي اللي أنا بدي أحكيه هون إنه الهيبوفوليمي بالهيبرناتريمي سبب ندن أو سبب أو كوز بينما الهيبوفوليمي بالهيبوناتريمي سنوش يعني الهيبوناتريمي تؤدي إلى الهيبوفوليمي بينما الهيبوفوليمي تؤدي إلى الهيبرناتريمي إذن خلينا نحكي عن البليرتيلر البليرتيلر مثلها مثل الهيبوناتريمي عندنا اول اشي سانترال سنر سيستان باليرتلالي بصير عندنا خوزر سوزلوك لتارجي كونفزيون كوما هلا لما يصير عندنا هيبوبوليمي الهيبوبوليمي شو بصير الجسم عشان يعوض الهيبوبوليمي منين بضطر يوخذ الصغة بضطر يوخذ الصغة من هجريته فعشان تتعادل الهيبوبوليمي السوائل من جو الخلايا بتنتقل لا الاكسترا سيرولار علم عشان يعادل الهيبوبوليمي فهذا الاشي ايش بساوينا بالسانترال سنر سيستامي بساوينا الخلايا بتتجعد او بتتجعلك خلايا سنر سيستامي فهذا الاشي ايش بسوينا بسوينا هزور سوزلوك لتارجي كونفزيون كوما هذا الاشي اللي احنا بنشوفه اذا استمر الوضع زي هيك ها الخلايا بتتجعلك وبيصير عندنا صبرك نويد قنامالار وصير عندنا نزيف بالكاس اسكالت سيستامي بنشوفه güçسزلوك بالكاردية واسكولر سيستام رحنشوف تشيكار دي رحنشوف hipotansيون سار عندنا هبوبوليمي رحستر hipotansيون رحستر تشيكار دي ممكن يصير عندنا سنكوب اذا بالنسبة للدوكو، الدوكو رحنشوف ايش رحنشوف كورو دوكوير دejو كوروير الناشفي الجلد رح ينشوف المقصة ممبرانه المفروض انها تنشف هلمقصة ممبران الله ما بتنشف المقصة ممبرانه بتكون يenschaftبceksقت مقصة ممبران говорил فها افرازات فيها فياشو يعني حقيقان يعني يبشقان يعني فيها افرازات ميوكس آآ ها هي نقطة مهمة ممكن تسأل بالامتحان لانه لما صいる عندنا هيبلو لغاو الميه هو ليشن Colorado انه المكسمى لو رابعة اكتشعه بله هونarme هو المكسمى رامط من ر Advisep راح يكون عندنا التركوز يشعى ظل نفسها هذه الاشي الطبيعي اذا بال Boom Evangelium بحصير عندنا هيبل everyone Willie Bell paper اريك راح صير عندنا يقل الفلتراسين لما يقل الفلتراسين بصير عندنا غريك ال jeden ta بالهيبر ناتريمي بايش بصير عندنا بصير عندنا اتيش هلا النقطتين اللي احنا بدنا نركز عليهم هون انو بالهيبر ناتريمي بصير عندنا يبشكن يبشكن مكوس ميمبران لار وبصير عندنا متابوليك اتيش المفروض انها تكون تنقص الحرارة مش تزيد المفروض انها المكوس تكون ناشفي مش تكون يبشكن يعني تكون كورو مكوس ميمبران لار مش يبشكن ميمبران لار هاي الاشياء ممكن تنطرح علينا بالامتحان طبعا ايش بصير عندنا هلا حكينا انو صار عندنا هيبوبوليمي عشان الجسم يعوض الجسم ما بقدر يمتص يعوض الصبق كالبه من البيبريك ما بقدر يعوضهم من هناك فمن هو بدوا يعوضهم بدوا يعوضهم الصبق من جوة الخلايا من الانتراسلولر عن تنتقل الا الاكتراسلولر لان بصير الخلايا عندنا بتجاعد ممكن يصير عندنا ايش ممكن يصير عندنا نزيف صبرق نيد قنامالح هلا بالهيبر بالهيبر ناتريمي بالهيبر ناتريمي الانصق Regierungلي chancelli هو صبرق نيد قنامالحا دية صبرق نيد قنامالحا�ي بينما لما حكينا عنه الهيبر ناتريمي بالهيبر ناتريمي إيش حكينا الهيبوناترامي حكينا عندنا بصير عند المريض كيباس بصير عنده السوائل بتنتقل من الاكترا سيلر ألان للإنترا سيلر ألان الهجريلات شيشار بتنتفق بصير عندنا كيباس كفائيتي بصنج أرتش تندرومو بينما بالهيبر بالعكس بالهيبرناترامي بالعكس الخلايا بتتجعلك الصيبة بتنتقل من جوة الخلايا لبرى الخلايا الخلايا بتتجعلك بصير عندنا إيش ممكن يصير عندنا صبرك نويد كنمالر هاي معلومة كمان ممكن يسألون إياها بالامتحان إذن هون بدنا نركز أساسا على اليابوشكالمكوس ميمبرانر ممكن تيجي بالامتحان بنركز على الميتابوليك أتكيلر الميتابوليك أتكيلر للهيبر كلمة اللي هي لازم بكون أتش المفروض أنه يكون العكس تماما إذن لما بدنا نحكي حكينا عن الهيبرناترامي إلحيبر ناطرين قلنا إنه السبب أنه السبب الأحيارة الأطفاء السبب الأمر닝 الأحيارة إجابة هي spoilers السãosاتقة السبب الأحيارة الأفضل يعني أنهodynam أعطي السوائل أهم إفيام الأول franchise نحي ange ejدúsica من أولا неё نسألة لازم لازم نفس الهيبر الهيبو ناتريمي بنركز انه مش لازم التعديل يكون اكثر من 12 مليا اكوبيلنت بالليتر باليوم اذا هيك بنكون شرحنا كل شي عن الهيبو ناتريمي وعن الهيبر ناتريمي